بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه في البداية نرحب بضيوفنا الكرام في اللقاء الثالث من سلسلة سبيل الفلاح ومحاضرة خاصة بعنوان الأسرة المغربية الواقع المأمول من تأطير الدكتور الحسين الموس لابد بداية من التنويه بأن هذه المحاضرة في سلسلة سبيل الفلاح تتصادف مع فعاليات أسبوع الأسرة الذي تنظمه حركة التوحيد والإصلاح مع مجموعة من الجمعيات من مجتمع المدني الشريكة لها بمدينة تمارة وتأتي هذه المحاضرة تتم واستكمالاً لموضوع الأسرة كما رأينا في سلسلة سبيل الفلاح المحاضرة الثانية من تأطير العلامة محمد ولد حسن الددو بموضوع الأسرة في الإسلام فنستكمل هذا الموضوع من خلال هذه المحاضرة الأسرة المغربية الواقع والمأمول أين نحن اليوم من الأسرة كمؤسسة وأين نحن اليوم خصوصاً من الأسرة المسلمة تحديداً الأسرة المغربية تعترض وتهديدات داخلية من الطلاق وضعف الوئام والمحبة والرحمة وتهديدات خارجية تتعلق أساساً بالنماذج الأجنبية للأسرة في العالم المأمول من الأسرة المغربية يكون لزاماً من خلال مفهوم الأسرة في الإسلام هذه المحاور وغيرها سنراها مع الدكتور الحسين الموس في محاضرته والذي يمكن أن نقدمه كما يلي الدكتور الحسين الموس يعرفه سكان مدينة تمارا كخطيب وواعظ بمساجدها لكن ما لا يعرفه سكان مدينة تمارا وأن الدكتور الحسين الموس يجمع بين تكوينين بين تكوينه الرياضي فهو أستاذ مبرز في الرياضيات وهو كذلك دكتور حاصل على الدكتوراه في العلوم الإسلامية في موضوع تقييد المباح دراسة أصولية وتطبيقات فقهية وكذلك حاصل على ديبلوم الدراسات الإجازة في الدراسات الإسلامية من الرباط وديبلوم دراسات معمقة في العلوم الإسلامية شعبة الفقه المالكي من دار الحديث الحسنية له تأليفان الأول تقييد المباح دراسة أصولية وتطبيقات فقهية من نشر مركز نماء مركز نماء للبحوت والدراسات سنة 2014 وكذلك كتاب مدونة الأسرة في ضوء تقييد المباح الأهلية التعدد والطلاق من إصدار مركز دراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون في هذه السنة سنة 2015 يظهر إذن بأن محاضرنا له اهتمام خاص بموضوع الأسرة هذا الاهتمام نريد أن يقربنا ويساعدنا في فهم التحديات والإشكالات التي تعيشها الأسرة المغربية خصوصا فأترك الكلمة للدكتور حسين موس مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن ولاه أما بعد أخواتي إخواني الكرام أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما تفضل أخي الأستاذ نور الدم فموضوع هذه المحاضرة هو استكمال لما بدأناه حول العناية بالأسرة المغربية والأسرة المغربية هي أسرة مسلمة بنسبة أكثر من 99% هذه الأسرة المغربية نريد أن نقوم بجرد لواقعها اليوم ثم بعد ذلك نحاول أن نتلمس ما هو المرتجى ما هو المأمول لهذه الأسرة المغربية حتى تؤدي رسالتها أحسن قيام قسمت هذه المحاضرة إلى مقدمات ثم إلى محور أول نحاول في أن نتعرف على واقع الأسرة المغربية اليوم ثم المحور الثاني المرتجى والمأمول من الأسرة أو الأسرة كما يريدها الإسلام بالنسبة للمقدمات أقول أولاً بأننا ينبغي لنا أن لا نكل من أن نبحث عن الثغرات وعن الهفوات وعن السلبيات ولنا أسوة في ذلك الصحابي الجليل حديف رضي الله عنه فقد روي في الصحيح أنه كان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يذركني معنى أن الإنسان المسلم يريد أن يتعرف عن الواقع يتعرف عن الإشكالات عن التحديات لكي يتجنبها فإذا قلنا بأن الأمور على أحسن ما يرام كذا وسكتنا لا قدر الله سنفاجأ في أنفسنا في أزواجنا في أبنائنا في بناتنا إذن لنا الأسوة في أن نتعرف على هذا الواقع وطبعاً هذا التعرف الغاية منه أن نسعى لإصلاحه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت معنى أننا إذا تعرفنا على الواقع هذا الشرط أساسي للإنطلاق من أجل إصلاحه تعرف على واقع الأسرة المغربية اليوم وعلى التحديات التي تعيشها الأسرة المغربية اليوم هذا سيسهم بشكل كبير في أن تكون مقاربة الإصلاح مقاربة إيجابية مقاربة قوية نصل بها إلى المبتغى بإذن الله تعالى الأسرة في تعريفها هي اللبنة الأولى والأساسية للمجتمع ولكن هذه الأسرة كما سنرى تعرضت وتتعرض إلى هزات متعددة نحاول أن نلامسها اليوم الأسرة من الناحية اللغوية لا بد من هذه المقدمة أصلها من الأسر والأسر وإحكام القبد ومنها قول علي رضي الله عنه من برك فقد أسرك ومن جفاك فقد أطلقك من برك أي من أحسن إليك فقد أسرك بإحسانه ولكن من جفاك فقد أطلقك أي أنه لم يقيدك إذن الأسرة يراد منها إحكام الشد وإحكام القبد أي أن هناك رابط قوية بين زوجين بين زوجين وأبناء بين زوجين وآباء وأمهات وإخوة وأخوات وعمة وعمات وخالة وخالات هذه هي الأسرة التي ينبغي أن نفكر فيها وأن نسعى إليها وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم لم يرد هذا اللفظ صريحا ولكنه ورد بمشتقات متعددة ورد بلفظ الزواج بلفظ الأهل الذرية التربية فهذه الكلمات كلها تحوم حول هذه الأسرة التي هي الخلية الأولى للمجتمع المسلم ولهذا قال عنها الدكتور طه عبد الرحمن حفظه الله الأسرة هي منشأ العلاقة الأخلاقية بين الناس بحق ولا علاقة إنسانية بغير أخلاق ولا أخلاق بغير أسرة من العلاقات الإنسانية أساسها الأسرة الأسرة هي التي تكون الفرد لكي يكون عضواً صالحاً في هذا المجتمع الذي سيعمره بالخير فإذا لم تقم الأسرة بذورها فإنها لا تكون أخلاق لا تكون قيم فسنعيش كمجتمع للغرائز ومجتمع بعيد عن الرشد الإنساني ولهذا إذا نظرنا إلى المدونة الأسرة المغربية كانت موفقة في تعريف الزواج الذي هو أصل ومنشأ هذه الأسرة فقد جاء في مقدمة مدونة الأسرة المغربية بأن الزواج هو ميثاق ترادم وترابط شرعي بين رجل ومرأة وسطر ما يعلى كلمة شرعي لأننا سنقف حول ما يتهدد الأسرة اليوم من روابط غير شرعية ميتاق تراد زواج لا بد من الرضا ترابط شرعي بين رجل ومرأة على وجه الدوام بمعنى أن زواج نريده للآخرة ليس زواج متعة ليس زواج عابر على وجه الدوام ما غاية هذا الزواج؟ غايته الإحصان والعفاف وإن شاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين طبقا لإحكام هذه المدونة إذن غاية الزواج مقصد الزواج هي هذه الأسرة المستقرة التي تقوم برعاية الزوجين مش برعاية الزوج فقط وأصل هذا من حديث النبي عليه السلام كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعية الرجل راعي الزوجة راعية الرعاية مشتركة بين الرجل وبين المرأة إذن بعد هذه المقدمات نتكلم عن واقع الأسرة المغربية اليوم فإذا نظرنا إلى واقع الأسرة المغربية اليوم يمكن أن نقول بأنها مهددة في وجودها لعدة أسباب السبب الأول هو التأثيرات الغربية والأشكال الجديدة للأسرة السبب الثاني هو العزوف عن الزواج الذي هو الركل الأساسي في بناء الأسرة وسوء الفهم لميثاقه مهددة أيضا باختلال الروابط بين أفراد الأسرة وضمور المودة والرحمة بين أفرادها مهددة رابعا بالمآسي التي تعج بها المحاكم المغربية اليوم حول الطلاق ولكن بصفة أخطر التطليق الذي يوقع القذاء والذي هو طلق داء غير رجعي أما عن التأثيرات الغربية للأسرة اليوم العالم الآن قرية صغيرة وسائل اتصال الحديثة قربت البعيد ولهذا الآن هناك منادات لأشكال أخرى للأسرة غير الأسرة التي عرفها آباؤنا وأجدادنا الآن في الغرب ينادون بالأسرة التي تتكون من رجل ورجل وقد أقر هذا في كثير من برلمانات أوروبا الأسرة التي تتكون من امرأة ومرأة وأعطوهم الحق برعاية وتربية أبناء طبعا مشي الأبناء ذي لهم تبني هؤلاء الأبناء بل الغرب الآن ينادي بأسرة عيش مشترك بدون رابطة شرعية يعيشون في بيت واحد وقد يكون لهم أبناء ولكن ليس هناك عقد للزواج الآن نسمع بما يسمى بالأمهات العازبات يقولون هذه أيضا أسرة وأم عندها أبناء يعني يراد لنا أن نفهم كأن الأسرة هي أي رابطة غريزية بين رجل ورجل رجل ومرأة بين رجل ومرأة ولكن بغير رباط مقدس إذا الأسرة مهددة في وجودها بسبب هذه التحديات الغربية الوافدة إلينا وهناك منظمات إخواني أخواتي هناك جمعيات مغربية تتبنى هذه الأطرحات وتدافع عنها ونحن الآن ربما كين تحدي ولكن رأى تسمعون بين الحين والحين محاولات لعقد مؤتمرات للشواد جنسيا في المغرب ولإقام زيجات لهؤلاء الشواد وبل هناك بعض الممثلين الذين يعلنون عن مولاتهم التي لا يرضاها الدين ولا ترضاها الفطر السوية الله عز وجل خلق الإنسان من رجل ومرأة وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى كان بالإمكان سبحانه وتعالى يخلقنا خلق آخر كائنات أخرى في الأسماك وفي الحيوانات لكن أراد لنا بهذا الشكل وهم يريدون أن يغيروا فطرة الله عز وجل ويريدون أن يعودوا بنا إلى ذلك المسخ الذي سلطه الله تعالى على قوم لوط حين أتوا بتلك الفاحشة التي ما سبقهم بها من أحد من العالمين تحدي الثاني للأسرة هو في قضية تكوين هذه الأسرة المعطيات الأخيرة لمنظم المندوبية السامية للإحصاء تتكلم على أن سكان المغرب تقريبا كثر من 33 مليون عدد الأسر 7 ملايين و 313 و 806 ألف و 806 ديال الأسر لكن هذه الأسر إذا نظرنا إلى إنشائها يمكن أن نراحظ أولا أن هناك اختلاف بين الجهات معنى الجهات المحافظة إلى اجتماع هنا ابن منلال وارزازات ضرعاء النسبة ذي الزواج كثيرة وأيضا كذلك النسبة ذي الأبناء ولكن في المدنرة نسبة النموض ضئيلة جدا وهذا مؤشر خطير على انقلاب الهرم السكاني للمغرب أوروبا اليوم تعيش شيخوخة لأن القاعدة ذي الهرم السكاني ذيالها قاعدة من الشيوخ بينما الرأس ذيال هذا المثلت رأس فيه الصغار فيه عفوا الصغار طبعا والشباب معنى كان المشكل كبير ذيال الولادات داخل أوروبا ونحن مهددون بهذه النسب لن أقف عندها طويلا مشكل العنوسة في المغرب المندوبية السامية بقي معدناش المعطايات الأخيرة النهائية ذيال الإحصاء ذيال 2014 لكن في 2014 المعدل ذيال السن ذيال الزواج بالنسبة للإينات 26.6 سنة بالنسبة للذكور 31.4 سنوات بينما يرجعنا الإحصائيات للتاريخ كالقو بأن المعطايات الرقمية إلى شنال الجدول في 1960 مثلا را كان الزواج النساء 17 سنة ونسب في المعدل لكن وصلنا الآن إلى 26.6 معنى أن هناك تحدي كبير هناك عزوف عن الزواج الأسرة المغربية مهددة في وجودها بسبب هذا العزوف عن الزواج لن أقف عند العقوق وعند الأباء والأمهات الذين يؤخذون إلى دور العجزة هذا أيضا تحدي آخر في الجانب القانوني الجانب القانوني كما تعلمون سنة 2004 وقبل منها كان هناك حراك في المجتمع المغربي هناك تجاهات غريبة عن المغرب عن قيم المغرب تريد للأسرة أن تتحول ولكن الحمد لله العلماء ومن معهم الجمعيات الخيرة دافعوا على الأسرة المغربية بمبادئها وقيمها في انفتاح طبعا على ما يأتي من الغرب مما هو صالح ونافع ولهذا نتيجة ذلك الحراك كان هناك تحكيم ملكي ثم صدرت مدونة الأسرة المغربية سنة 2004 الآن مضى على أتي المدومة أكثر من عقب من الزمان والحمد لله كانت فيها إيجابيات متعددة جاءت بها بدون شكهات المدونة لكن بالمقابل كانت هناك بعض الأمور الخطيرة جدا التي تهدد استقرار الأسرة المغربية فيمكن أن نقول بأن من الإيجابيات التي جاءت بها المدونة أنها مثلا كرست المساواة بين الرجل والمرأة والله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف طبعا الأفضلية هي مشي أفضلية مطلقة لما قال الله عز وجل وللرجال عليهن درجة هي درجة المسؤولية المادية والقوامة ولكن هذه القوامة هي مسؤولية وليست شريف وإلا فالمرأة أيضا لا حقوق أخرى داخل المدونة كذلك الرعاية المشتركة مسألة مهمة قضية الولاية وقع فيها جدل على كل حال بين العلماء وبين رجال القانون وخرجوا بصيغة قد ترضي الجميع نسبيا وإن كان وقع فيها خلاف المشهور في المذهب المالكي وربما في المذاهب الأربعة مع هذا المذهب الحنفي هي أن الولاية هي شرط وركن من أركان الزواج مدونة الأسرة اليوم تقول بأن الرشيدة أي التي أكملت تماني عشرة سنة شمسية هذه تختار من تشاء من الأولياء أي الولاية حق لها وليست حق لأوليائها طبعا هذا الحق المجتمع المغربي المسلم إذا قام العلماء وقام الخطباء وقام رجال التربية بتأكيد هذه اللحمة رأي يمكن أن أقول بأن اليوم الرجل هو إذن يحتاج إلى الولي بين قوسين هل هناك أسرة مغربية تقبل أن يأتي إليها رجل لخطبة ابنتها وحيدا بدون أبا ديالوب لا الإخوان ديالوب لا الأخوات ديالوب تقولوا هذا مقطوع من شجرة من هذا إذا نرى المغرب الحمد لله كين هذه اللحمة ولهذا رغمشي القانون هو الذي سيحمي هذا الرقل الذي أقره الفقهاء الذي يحميه هو القيم التي ينبغي أن نسعى للتأكيد عليها ولهذا الولاية حق للرشيدة هذا من ناحية الشرعية كما ذهب الإحناف الكساني وغيره هي مسألة إيجابية ومسألة تبين أن المرأة أعطاها الله كامل حق في أن تختار من تريد لهذا الزواج لكن طبعا هذا الزواج قد لا قدر الله يكون فاشل وقد تكون فيه تبعات على الأسرة فإشراك الأولياء من هذا الباب وإلا فالنبي عليه السلام قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الثيب حتى تستأمر لن أطيل هنا أيضا أشير إلى مسألة أخرى من الأمور داخل مدونة الأسرة المغربية قضية توحيد سل الأهلية فتعلمون بأن الفقهاء كين اختلاف البلوغ ديال الذكر ما شي هو البلوغ ديال الأنت وهذه مسألة طبيعية فطرية ولكن مع ذلك القانون قال بأن سن أهل يتزواج هي 18 سنة للذكر وللأنت بينما الذي كان معمول به من قبل من قبل ربما 17 سنة و15 سنة الآن 18 سنة شمسية للجميع والفقهاء على كل حال عندهم اختلاف بحسب البيئات لأن هناك البيئة الحارة الفتاة والفتاة قد يبلغون في سن مبكرة مثلا في الجزيرة العربية أو في الصحراء عندنا ولكن البيئات الباردة قد يتأخر البلوغ ولهذا الفقهاء المالكي يختلف إذا لم تظهر العلامات الطبيعية للبلوغ قالوا بالنسبة للفتاة مثلا في العراق كان عندهم رأي ربما 16 سنة أو 17 بينما ابن أبي زيل القيرواني وغيره من فقهاء المغرب قالوا بـ 18 سنة إذن على كل حال في تقديري هذا اختيار موفق باعتبر أن الغاية منه هو أن يكون الشاب والشابة قد وصل إلى سن الأهلية لهذا الزواج هناك رشد هناك تمال وهذه مسألة مهمة لكن مع ذلك المدونة وهذه مسألة تحمد لها تركت هامش للقضاء في أن يبيح زواج منهم دون هذه السن كان ذكرا أو أنتا إذا تحقق القاضي من أن هناك طاقة وقدرة على هذا الزواج ولهذا فعلا كثير من القضاء جزاهم الله خيرا يراعون فعلا بأن قد تكون هناك فتاة قاروية عندها مثلا 16 سنة أو 17 سنة بلغت ربما توفية لها الآب توفيت لها ربما الأم يتيمة قد تشتغل عند بعض الأسر أو في بعض الحقول قد تتعرض لا قدر الله إلى المعاناة من طرف أبناء ربها ذلك الحقل أو تلك الضيعة ما الأولى لهذه الفتاة هي أن تتزوج وتجد من يتولى الإنفاق عليها ورعايتها وتنتج أو تريد أولاد شرعيين أم لا قدر الله تعيش نوع من المعاناة تتعرض للإغتصاب تتعرض للمعاناة ولهذا المشرع كان حكيما رغم أن المنظمات الحقوقية هي تسعى جاهدة لإزالة هذا الاستثناء يريدون للقانون المغربي أن يسير في اتجاه أن السيل الأهلية هي 18 سنة من لم يبلغ هذه السن لا ينبغي أن يعطى له الإذن بالزواج وهذا مخالف للفطرة وإذا وقع تبنيه لا قدر الله سيؤدي إلى فسد كبير داخل المجتمع لأن المجتمع الغربي منسجم مع قناعاته هم طبعا يتهربون من مسؤولية دي الأسرة يقولوا باقي طفل لا يمكنه أن يتزوج ولكن المعاشرة بين الشباب والشابات عندهم مسألة عادية كتلقى في الجامعة بل في التانويل أو الولاد مع البنات علاقة غير شرعية تصل إلى المعاشرة الجنسية إذن تمنعون مما أحله الله على الزواجل في إطار شرعي وتبيحون تلك العلاقات التي تؤدي إلى تقويد الأسرة الآن لماذا المجتمع الغربي هناك عزوف عن الزواج لأن الشاب يجد متعته بطريقة غير لا يحتاج إلى عقد ولا يحتاج يجدها بشكل طبيعي إذن نحن القانون كان إيجابيا في هذه المسألة المسألة الأخرى هي قضية الطلاق والتطليق هذه في حقيقة وقعت فيها مآسي كبيرة المدونة هي حاولت أن تزيل حيفا كان يقع على المرأة كثيرا ما يعتدى عليها كثيرا ما تتعرض لضرر كبير بين ضرر نفسي كما قال الدكتور بن حمزة حفظه الله وكان ممن شاركوا في وضع مدونة الأسرة المغربية هذا الضرر كانت قد لا تستطيع أن تبرزه للقضاء وبالتالي إذا لم يبادر الزوج إلى تطليقها الخلع نعم هو مسترع قد لا يكون عندها الإمكانيات المادية للخلع ولهذا القضاء المغربي أو القانون المغربي فتح إمكانية أن تطلق مشيئة أن تطلق أن ترفع المرأة أمرها إلى القضاء لكي يبت في شأن معاناتها مع زوجها وهو ما سمي بالتطليق للشقاق وكذلك التطليق للضرر فهذا التطليق للشقاق كان معروف عند الفقه المالكي أبو بكر بن العربي المعافر رحمة الله عليه يقول عن بيئته في الأندلس بأنني لما وليت القضاء لم أجد أثرا لقول الله عز وجل في صورة النساء وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما هذه الآية الله عز وجل كما قال المفسرون أراد منا أن نتحسس أحوال الأسر معنى أن القضاء ولي الأمر المجتمع المسلم عليه أن يتحسس إذا أحس أن هناك خلافات قد تؤدي لا قد ضر الله إلى الشقاق وإلى حال من النزاع علينا أن نبادر وأن نرسل حكمين من أقرباء الزوجة ومن أقرباء الزوج لكي يقوموا بمحاولة الإصلاح إذن تطليق للشقاق في أصله هو أن نقوم بهاته المحاولة لإرجاع الوئام والوفاق إلى الأسرة لكن إذا عجز القضاء ولهذا القانون المغرب هناك مسترى المحاولة الأولى للصلح الثانية الثالثة الآن الحمد لله كي المذكرة أن المحاولات ديال الصلح ترفع إلى المجالس العلمية إذا لم تفلح محاولات الصلح آنذاك القاضي يأمر بالتطليق للشقاق وهذا التطليق يكون بائنا ونشرح لكم المعنى ديال الطلاق البائن والطلاق الرجعي كل طلاق أوقعه القاضي فهو طلاق بائن ما معنى بائن هي إلى القاضي أعطاك تطليق للشقاق طلقت الزوجة ديال أصبحت صافي من لد أوقع الطلاق ما بقاش الزوجة ديال إذا بغيت تردها لا بد من عقد جديد ومهر جديد على خلاف الطلاق الرجعي الرجل يطلق المرأة ديال وقع في حالة معينة خلال افترة العدة بإمكانه أن يرجعها بدون صداق بدون مهر جديد لأنها في الأصل هي زوجة ديال ولهذا قلع الزوجة لا تخرجوهن من بيوتهم ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة معنى أن المرأة المطلقة لا ينبغي لا يجوز للزوج أن يخرجها من بيت الزوجية بل تبقى فيه والإسلام أراد بقاءها قد يراجع الزوج نفسه قد بقربه منها قد يقوم ويتحس بمعنى يمكن تدار محاولات داخلية للصلحة ولكن التطليق للشقاق طلاق بائن معنى لا بغاوخ سناق ويستحيل في الغارب لأن لما يعطي القادي الأدنى بالتطليق للشقاق القلوب كتكون وصلت إلى حالة من التنافر من التباعد يستحيل أندك أن يكون هناك رجوع ولهذا الذي يؤسف له في مدونة الأسرة وعنده هنا إحصائيات لا أريد أن أقف عندها هي إحصائيات كثيرة جدا فلنشر لها إلى بغيته فالتطليق للشقاق هو له النسبة الغالبة بمعنى الطلاق الذي يوقع الزوج قليل جدا الخلع الذي تطالب به المرأة قليل جدا لكن التطليق للشقاق هو الذي ارتفع بنسبة كبيرة جدا كان الطلاق الاتفاقي ولكن هو قليل أيضا أما التطليق للشقاق فهو كبير بنسبة كبيرة احتقال عنه بعد الفقهاء ذي القانون أصبح حيلة ملاحيلة له فلاحظوا معي نسبة تطليق للشقاق أراها كين واحدة ارتفاع صاروخي تقريبا أراها في 2013 تسعود وثلاثين آف وثمانمية وثلاثين تطليق للشقاق الذي أوقعه القذا معنى أراها النسبة كبيرة وخاك واحتراجه ولكنه ضائل معنى هذا الذي يقع الآن هو أن الزوج بدل أن يطلق زوجته الطلاق الذي أراده الله عز وجل وتكون إمكانية المراجعة كيمشي الواحدة البلاسة وكيسد عليه البن علاش لأنه يريد أن يتخلص من التبعات المادية لذلك الطلاق الذي يوقعه فبالتالي التطليق للشقاق فيه مآسي كبيرة جدا ويمكن في المناقش نتكلم عليه ببعض الاعتبارات أخرى ولهذا أقول بأن الطلاق يهدد الأسرة المغربية اليوم الطلاق والتطليق للشقاق معنى كان زوجه ولكن لا ينقذ العام إلا وتقع نسب كبيرة من الفرقة البارحة أو يوم الأربعاء كان معنا الأستاذ العدل الحبيب غازي في مطعم الأفق المدرنذاك الملتقى فقال بأنك إنشي حالك لكي زوجهم اليوم بعد خمسة عشر يوما يأتون بطلب التطليق للشقاق معنى أن هذا تحدي كبير يهدد الأسرة المغربية فعلينا أن نأخذه محملة الجيد كذلك من تحديات الواقع دائما التي تعاني منها الأسرة المغربية اليوم هي العلاقة بين أفراد الأسرة دخلت علينا عادات كبيرة جديدة خطيرة جدا أصبحت فرص التلاقي بين أفراد الأسرة ضئيلة جدا معنى أن ولعدنا كما يقال لحوار الطرشان معنى أن كما قال لي بعض الضرفاء قال لي إذا أردت أن تنادي الإبن أو البنت مثلا لا بد من الإشارة لأن كيندوكليزيكوثور والسماعات كلها مشغول في عالم آخر وهذا تحدي كبير جدا كذلك أصبحين دنا ضمور لما يسمى بالأسرة الكبيرة سأصل إلى هذا الأسرة الكبيرة اليوم ولعدنا لك الأسرة النووية الراجل والمرأة وجوج ولدات فينا هي الجدة أين هو الجد أين هو الخالة أين هي العم أين هو الخال أين هو العم هذا تحدي خطير جدا رأى الأسرة المغربية الحمد لله كثير من الخير أخذته من خلال تلك الروابط المتينة بين الزوجين مع الآباء ديالهم الأمهات ديالهم الأصهار ديالهم وأعجبتني واحد المقالة في التجديد ربما المفكر الفلسطيني إلا ما خنتنيش الذاكرة اللي كي كتب كتير في التجديد الأمونير شافيق كي تكلم على المصاهرة وقالك المقالة عز وجل جعل منه نسبا وصهرا قالك الصهرة جاية من المصاهرة كان صهروا المعادن فصهر المعادن هي كان ذوبها كتولي معدن واحد عمارة كتولي معدن واحد فمعنى هذا أن الزواج رأى الغاية منه هي هذه المصاهرة إلى الإنس شاب غير تزوج مع الزوجة دياله وهي تقول لي نديروا قطيعة مع والديك وهو يقول لي نديروا القطيعة مع الوالدين ديالك رأى ما شيئا ده هو الزواج الذي أراده الإسلام طهر بن عاشر رحمه الله لما تكلم في كتابه مقاصد الشريعة عندهم بحث خاص حول مقاصد أحكام العائلة وتكلم على النساب وعلى المصاهرة وعلى الأسرة الكبيرة التي نريدها الخلافات الزوجية عندها أثر على الطفل بدون الشك والطلاق الآن أنتقل بعد هذا السر للواقع إلى المأمول أو الأسرة كما يريدها الإسلام في 15 أو 20 دقيقين إن شاء الله المأمول أو الأسرة كما يريدها الإسلام أقول أيها الأحباب أول مسألة ينبغي أن نؤكد عليها هي المفهوم الشرعي للأسرة والحرص على قيامها يعني الآن هناك دعوات لإيجاد مفاهم جديدة وأشكال جديدة للأسرة علينا أن نعض بالنواجد على الفهم الشرعي للأسرة وللزواج ميثاق تراضي وترابط بين رجل ومرأة على وجه الدوام غايته الإحصان وإن شاء أسرة مستقرة نحفظوها لأن هذا مفهوم جبول من الفقهاء بغينا أسرة مستقرة في ميثاق الله أشكال على الآية وأخذنا منكم ميثاقا غليظة ينبغي أن نعطي القدسية لهذا الميثاق الغالي إذن هذه المسألة اللولى نأكد عليها هي المفهوم الشرعي للأسرة ثانيا الأدوار دي الأسرة المسلمة في حفظ النشئ وتوريط القيم ثالثا إشاعة قيم التعاون والتراح بين أفراد الأسرة رابعا التفاعل الإيجابي مع المحيط فأبدأ بهذه القضية دي الميتاق الغالي أولا علينا أن نؤكد على أننا ينبغي أن نشجع الزواج وهذه مسؤولية ليس فقط الآباء هي مسؤولية المجتمع المغربي بأكمله الله تعالى المقال في كتابه وأنكحوا لياما منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم قال المفسرون هذه الآية فيها أمر بالمعاونة على الزواج معاونة المادية والمعنوية والتحفيز والتشجيع عمر بن عبد العزيز رحمه الله في زمانه أفاء الله على المسلمين أموالا كثيرة فقال من لم يكن متزوجا زوجناه معناه أنهم كانوا يزوجون الشباب الذين لا يجدون شيئا يتزوجون به إذن ينبغي أن نحرص على تيسير الزواج ولهذا هناك أحاديث للنبي عليه السلام منها قوله عليه السلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وهذا أمر ولهذا العلماء قالوا بأن كثير مننا يقولون الزواج هو مباح لا الزواج قد تعتريه الأحكام الخمسة ولكن الغالب عليه هو الاستحباب لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحد الأدنى للزواج بمعنى الشاب إذا عنده الاصطاع للزواج والشاب أيضا اخطبها زوج صالح فعليه أن يتأسى بالنبي عليه السلام وفراسكم القصة ذي النفر الثلاث الذين جاءوا عند النبي عليه السلام يسألون عن عبادته قال أحد أما أنا فلا أتزوج النساء ماذا قال له النبي عليه السلام ماذا قال لهم من رغب عن سنتي زيد فليس مني إذن فهو مباح بالجزء وهذا على كل حال أشرت إليه في الكتاب الذي يتقيل المباح الزواج هو من المباح بالجزء لكنه من الواجب بالكل لأن إذا ترك الزواج رأى المجتمع سيتعرض مهدد في وجوده ما غير يبقى النسل ما غير يبقى اللحمة ما غير يبقى الأخلاق ما غير يبقى القيم إذن علينا أن نؤكد على هذا الزواج وأن نحط عليه وكان هذا دعب النبي عليه السلام كان كثيرا ما يذكر الشباب بالزواج كان مع جابر في غزوة قال هل لا تزوجت قال كذلك كان مع عبد الله بن مسعود فقال له هذا الكلام يا معشر الشباب وهذا القصة ذي الحديث بعد وفاة النبي عليه السلام عبد الله بن مسعود قال هل شابين قال لهما ألا نزوجك يا فلان وقال راوي الحديث كأنه يشير إليه معنى أن الدور دي الأباء دي الأساسدة دي الخطباء المربون إذا رأينا شاب عنده الباء عنده الاستطاعة علينا أن نشجعه على الزواج لأن الزواج هو حصن الله تعالى الزواج جعله حصن للشباب من الانحراف ومن السير نحو الآفات الاجتماعية كذلك علينا أن يسهر الزواج التسير ديالزواج معنى أن الأباء عليهم أن لا يكتروا من الشروط ومن الآن كثير من الأسر المغربية للأسف الشديد يأتي الشاب يريد الزواج يطلبون كذا وكذا وابغوا الدار وابغوا السيارة لا بنات نبي عليه السلام تزوجنا بقيمة مالية قليلة ولهذا قام عمر خطيبا ونهى عن المغالات في المهور وقامت له كما تعلمون تلك المرأة لكن كما قال ابن عشر رحمه الله هذا اجتهاد من عمر لأنه رأى بأن المغالات في الصداق قد تؤدي لا قدر الله إلى أن تعسر الزواج على الشباب ولهذا يسروا ويسرنا ولكن القدوة أخواتي في هذه المرأة العربية هذه واحد طريفة في لسالة العرب كان يقال أسرع من نكاح أم خارجة قالت إذا جاء رجل يخطب إلى البنت ديالها كيقول لها كلمة واحدة تيقول لها نكح خطب فتجيبه نكح جوج كلمات نكح خطب نكح بمعنى ميسر الزواج فعلى كل حال هذه عرض طريفة وإلا لا بد من التأكد من المؤهلات من الأخلاق من القيم هذه مسألة أساسية إذن قلنا لا بد أن نقف أيضا أمام المفهوم الذي يراد للأسرة بأشكال أخرى ينبغي أن نعض بالنواجد على الأسرة بمفهوم الشرعي الذي أراده الله عز وجل هذه نقطة مهمة جدا الآن أنتقل إلى أدوار الأسرة المسلمة في حفظ النشئ وتوريط القيم الأسرة المغربية أصبحت تتخلر ويضا عن الهدف الكبير لها هو توريط القيم هو التربية على المبادئ وهذا هو الأساس للوجود ولهذا لا بد أن نؤكد على هذا المعنى لما قال الله عز وجل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة هذا يعني أن تلك الرحمة تستحقها أخي المسلم أختي المسلمة لأنك قمت بواجب التربية بواجب توريط القيم والأخلاق إلى النش فهذه نقطة لا بد أن نؤكد عليها ولهذا الأنبياء عليه السلام كان همهم الكبير هو الاشتغال على إيصال العقيدة إيصال القيم إلى أبنائهم قرأوا معي قول الله عز وجل مثلا على لسان يعقوب عليه السلام أم كنتم شواذاء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي يعني أن الهم كان هو كيف أن الأبناء استمروا في العبادة لله عز وجل وهذا هم النبي عليه السلام أيضا مع أبنائه مع بناته لما أمر بالتبليغ جمعهم قال يا فاطمة أنقذي نفسك من النار نوح عليه السلام ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا أبني يركب معنا علينا أن ننادي كذلك الأبناء البنات يركبوا معنا في سفينة الاستقامة في سفينة العبادة في سفينة الطاعة لله عز وجل إذن هذا الدور ينبغي للأسرة المسلمة أن تقوم به وقد قام به النبي صلى الله عليه وسلم أحسن قيام مع ابنته فاطمة الزهراء مع عبد الله بن عباس ومع بل مع ذلك الإبن الذي تربى في حجره الإبن ذي الأم سلم رضي الله عنها الربيب ذي له كانت يعلم الأذاب يا غلام سمي الله وكل بيمينك معنا أن هذا الدور ذي التوريط القيم والأخلاق والمعاني أساسي وراء الأسرة المسلمة حافظت على تديونها أو المجتمع الإسلامي حافظ على الدين بفضل الأسرة راء الأندلس أربعا ذي القرون ذي الحرب الإبادة ومع ذلك بقي فيها الإسلام يصلون خلسة داخل بيوت وبطريقة سرية بل الآن اكتشفوا بعض البنايات القديمة فيها مصاحف في الجدران مخبأة هناك كذلك البسنة والهرسك وغيرها من بلاد الإسلام إذن الأسرة لها دور كبير في نقل وحفظ القيم انتقل إلى كذلك دور كبير للأسرة هي إشاعة قيم تعاون تراحم والمودة بين أفراد الأسرة المسلمة الزواج في الإسلام هو سكينة هو مودة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة هذه المودة أصبحنا نفتقدها في أسرنا اليوم أولى الغالب لنا هو النزاع هو الشقاق هو السباب هو الشتائم هذا لا يليق الأسرة المسلمة هي أسرة السكينة أسرة الطمأنينة أسرة المودة أسرة الرحمة النبي عليه السلام قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فهذه المعاني ينبغي أن نؤكد عليها وأن نحط عليها الشباب أشقى الله تعالى على الهن لباس لكم وأنتم لباس لهم راه الرابط بين الزوج والزوج راه لباس راه اللباس واللباس النبي عليه السلام أشقى الأنصار في ذلك القصة الطريفة لما جاءوا عندك يقولوا أعطيت غيرنا ولم تعطينا يا رسول الله ووجدوا في أنفسهم على النبي عليه السلام فجمعوا من نبي عليه السلام وكان عنده ظور كبير فقام خطيبا فيهم وقال كذا أما ترضون أن يذهب الناس بالبعير والشات إلى رحالهم وتحوزون أو تذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم قالوا بلى ثم قال لهم أنتم الشعار وغيركم الدثار الشعار هو دكتوب الذي يكون مباشر مع البدن معنى غيركم رهم بعاد ثم رأى الشعار ثم اللباس بحال اللباس اللي قريب لي ولهذا العلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة الشعار هذا اللباس خاص الزوج والزوجة يشعروا أنهم لابسين بعضيتهم راسيتل ولباس ولهذا ينبغي أن نؤكد أيضا على المعاشرة الزوجية لأن الزواج من غايته هو التحصيم معنى إلا كانت الزوجة تستنكيف أو لا خاص الزوجة كنت لقائية مع زوجها والزوجة أيضا عليها أن تتزيل لزوجها وأن يتزيل لها لأن بهذا نحافظ على الأسرة إذا ضيعنا هذه المعاني كأننا لا قدر الله نريد الفساد في المجتمع ولهذا النبي عليه السلام أكد على هذا الأمر وعلماء الإسلام قننوا غياب الأزواج على زوجاتهم عمر رضي الله عنه خرج يوما فوجد مرأة تنشد شعر وهي تشتكي من أن زوجها قد غاب عنها وأنها قد احتاجت إلى معاشرته فذهب عند أم المؤمنين حفص رضي الله عنها وقال كم تصبر المرأة على زوجها؟ قالت أربعة أشهر على أقصى تقدير فأصدر أمرا وزاريا بلغة العصر بألا يغيب الأزواج عن زوجاتهن أكثر من أربعة أشهر فمعنى هذا هذا السيتر وهذا اللباس ينبغي أن نحرص عليه داخل الأسراء المسلمة قضية التعاون هذه مسألة مهمة النبي عليه السلام شوفوا هذا الحديث كتقول عائشة كان يكون في مهنة أهله رأى الزوج إذا كان يستنكيف وما يرضى شخص يخدم الزوجات لا يقتدي بالنبي عليه السلام وهذا الشخص نعلمه الوليداتنا وبنياتنا رأى كثير من الأمهات الوليدات البنيات كان علموهم النظافة ويقصدوا المعان ولكن الأولاد هذك عير والد خليهم يدير والله قصنا نقسمه الأدوار قص الولد يتعلم لأنه إذا تعلم أن يعين أمه ما غير زوج غير عاون الزوجة دياله ولكن لما تعلم شهر الأمر هذا فإنه لن يقوم به مع زوجته كذلك كذلك أنتقل إلى مسألة أخرى في إطار دائما التعاون قضية الخدمة داخل البيت بالمناسبة الفقهاء تكلموا عنها وهل هي واجبة مستحبة طبعا العرف المغربي المرأة إذا كانت في البيت وغير موظفة فيتقم بهذه الخدمة لكن إذا كانت موظفة فينبغي للزوج أن يعينها واتخاذ الخادم هذه مسألة مشروعة وقد عرفت في تاريخ الإسلام منذ القدم لا بد من المؤاذر للأبناء ولو بعد زواجهم أحيانا كيقول أبو الأمع كي تزوج واللصف رحنا الحمد لله وصلنا الخبزة الفرام كما كيقول المغرب الله ما زال عليك تابع الجد لا بد أن تزور وأن تتفقد وأن توجه بالحكمة وباللطف النبي عليه السلام كان إذا قام لصلاة الصبح يمر على عائش على فاطمة رضي الله عنها وعلى علي ويقول ألا تصلي هذا لا حياء في الدين قام به النبي عليه السلام كذلك لا قدر إذا كان هناك خلاف بين الزوج والزوجة قد يدخل الأباء الأمهات العقلاء طبعا ولهذا هناك قصة أيضا وقعت عمر بن العاز زوج ابنه عبد الله بمرأة من خيرة نساء قريش ولكنه كان زاهدا في الدنيا فكتير الصيام كتير قيام الليل فذهب الأب لزيارة ابنه في بيته فلما ذهب لم يجد طبعا الابن وجد الزوجة قال كيف حالك مع زوجك فأفهمته بأنه لا يقربها وأنه ما عايش معه عرجم عمسق فواحد فقام إليه غاضبا وعنفه ثم أخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكاه فقال له النبي عليه السلام ألم أخبر أنك تفعل كذا وكذا قال بلى قال لا لا تفعل إن لنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا إذن نجبتها على الضور الأباء سيكون دور إيجابي وليس دور أننا كنزيد العويدات على العافية لأسف الآن كثير من الأمهات كثير من الآباء يجدون الخلاف بين الزوجين هما شابين عارب دول حياة الزوجية بدل ما يشجعوا البنت إلا بنتي سيري عند الزوج دي لك ما تجيش عندنا بنتي نحن نجيو عندك نعالج الخلاف كذلك الزوج لا ولدي الله يرضي عليك هذه كرة بنت الناس تهلا فيها كالقول عكس إما الأهل يالزوج كي يشجعوه ورا كي اللبنات عطاهم الله والزوجات وكذا هذا لا يليق الإنسان المسلم ينبغي أن يكون حارس بحال يبغي الخير لبناتك يبغي الخير لبنات المسلمين ونفس الشي الأسرة ديال الزوجة ختمي فهموها بأنهم ما دايبين شلها أنت أختي المسلمة إذا تزوجتي أرى أبغينك تديري أسرة جديدة فعليك أن تصبيري وأن تصبيري مع زوجك وأن تقومي بالدور المطلوب شرعان في المعاشرة إلى آخره فعلى كل حال لا بد من هذه القيم طبعا المدوانة تكلمات على مجموعة هذه لهذه القيم ما نوقفش عليها بزيارة في المدوانة لأنه مبقاش لوقت بغيت نأكد على واحد المسألة إن شاء الله فيما بقي واحد ثلاث دقائق أو أربع على واحد القيمة جميلة جدا هي قيمة التغافل بين أفراد الأسرة والتغافل أصله أن نرسخ قيمة العفو جبريل جاء عند النبي عليه السلام بقول الله عز وجل خوذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وكان النبي عليه السلام يعفو ويصفح لدرجة أنه فعل له أمور خطيرة جدا فقال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبح فأخصنا نتعلم الزوج يكون فيه التغافل عن بعض هنات وهفوات زوجته فرى الكمال لله وحده ولهذا قال النبي عليه السلام لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلق رضي منها آخر كذلك نفس الشيء زوجة عليها أن تتغافل عن بعض هنات وهفوات زوجها لأن يلا بخينك نشوف ذيء منعي الجوانب السيئة رهلا قدر الله سنؤدي إلى الشقق وهذا عجبتني واحد الكلمة قالتها الأستاذة في اليوم الأربعاء بأن النحلة كتشوف عير الزهارات ما كتشوف الحويج اللي فيها الأمور السيئة قدرنا نعلم العين ذينا أن ترى الجوانب المشرقة أن ترى الجوانب الإيجابية الخير أمام ولهذا علينا أن نتربى على قيمة التغافل نربي عليها الولاد دينا والبنية دينا نتغافل على الزوجة دياني تتغافل الزوجة عني ثم رسالة للآباء والأمهات بأن يتغافلوا في معاملة أبنائهم وبناتهم شوفوا يعقوب عليه السلام هذا الشيخ الكبير صنع ما صنع الأبناء ومع ذلك بقي أبلهم ويرسلهم ويوصيهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ولما سألوه المغفرة قال سوف أستغفر لكم ربي فلا بد من هذه الأخلاق أن نشيعها بين أفراد الأسراء المسلمة خلق التغافل هنا بالمناسبة هذه الآية هذه حول الهجرة فيها قصة أن بعض المهاجرين تأخروا عن الهجرة فلما هاجروا بسبب أن الزوجات يلوم منعاتوا من طاعة الله عز وجل قاتل ما تهاجر تخلي المال وكذا فلما تأخر وهاجر وجد الناس قد سبقوه في العم فهموا بأن يقعوا في زوجاتهم فأنزل الله عز وجل لهذه الآية وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم التغافل مع الأبناء هذه المسألة مهمة جدا نعود نأكد عليها للأسف كثير من الأمهات بالخصوص والأباء بالشكل أخف لأن الأمهات هم اللي يعاني مع الوليدات ديالهم تجهد بأن الأم مثلا في اليوم الواحد قد تحصي على ابنتها واحدة ربعين ولا خمسين ديال المخالفة ما درتيش هالي ما طويتش الفراش ما غسلتيش ما جمعتيش أدواتك ما درتيش كذا فه ما صليتيش ما درتيش لا قصنا نتغافلهم رأ أحيانا يمكن تقصر في طاعة من طاعة الله عز وجل نبهها برفق وإلى ما استجبعتش نسكت عليها تال مرة أخرى ونعود ننبهها ما يمكنش نبقى ننبه باستمرار فلأنك لما كتبقى تتكلم باستمرار وتلوم باستمرار وتذكر المآخد باستمرار رأ غا تقطع هذه الشعرة ذي المعاوية نحن نريد ولا بد من الحرص على قيمة التغافل كان واحد القصة إلا بغيت نختم بها سي نور الدين نختم بها إن شاء الله يكل وقت وقاله هذا هذه واحد القصة طريفة أعجبتني نختم بها إن شاء الله النبي عليه السلام هو المربي الحكيم مرة خرج على رجل من أصحابه فوجده قد جلس مع مجموعة من النساء هذا الرجل هذا قد خرج من خبائه ورقى نساء مجتمعات فأعجبناه وكان شابا فذهب وارتد أحسن ما يجد وجلس معهن فاجأه النبي عليه السلام قال ما شأنك أبا عبد الله فقال كما قال الكلام دياله اختلت تق معنا ما عرفت ما نقول فقلت جمال لي شرد يا رسول الله واحد جمال ديالي راشرد لي وجيت عند هذه العيالة نقلب على شي قيد شي نطاق باش نمشي نعقده ونربطه فالنبي عليه السلام ساكت وانصرف هذا هو التغافل ولكن مع ذلك سيؤذبه بحكمة فانطلق في سفرهما في الطريق التقاه النبي عليه السلام مرة أخرى فقال أبا عبد الله ما فعل شراد جمالك واش لقيت ذاك جمال شديتي ولا ما زال فسكت عنه وهكذا لما وصلوا إلى المدينة المنورة قال هذا الصحابي نحكي القصة باختصار فلما وصلت إلى المدينة اعتزلت المسجد لأنه شف تحرج مع النبي عليه السلام لأنه قال لي كلام لا يلق أن يقول ذلك الكلام قال ولكنه كان محبا لله ورسولي وهذه استروع لها معنى رأي يمكن وليداتنا يديروا أخطاء ولكن رسلتهم بالله قوية فقال تحينت خلوة المسجد من الناس فذهبت إلى المسجد لأصلي ركعتين لأنه اشتاق إلى المسجد قال فدخلت فقمت أصلي طبعا تعلمون بأن المسجد النبوي الحجرات لأمهات المؤمنين محاذيات المسجد النبوي النبي عليه السلام كان يدخل إلى المسجد في أي وقت فدخل النبي إلى المسجد فوجد هذا الرجل أبو عبد الله وجده يصلي فصلى ركعتين ثم جلس ينتظره فلما أحس هذا الرجل بأن النبي عليه السلام ينتظره طول صلى ذياله بشي يصار في النبي عليه السلام فأحسبي النبي عليه السلام فقال طول أبا عبد الله ما شئت أن تطول فلست ذاهبا حتى تنصارف راني ما غانب شي من الجامعة تتسلم أنعا أنسولك هذا السؤال اللي بيتنسولك ففعلا سلم ذلك الرجل ثم قال والله لأبر أن صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له السلام عليك أبا عبد الله ما فعل شراد ذلك الجمل فقلت والذي بعتك بالحق ما شرد ذلك الجمل منذ أسلمت فقال له رحمك الله ثلاثا ثم لم يعد لشيء مما كهن وهذا من خيرة الصحابة القصة القصة دياله في حياة الصحابة أو في كتاب ديال ابن حجر العسقالاني الإصابة في تمييز الصحابة اكتفي بهذا القدر ومع ذرا الإطالة قليلا والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة